للموسم الثاني على التوالي يعود الجدل الحاد داخل الأسر والمربين التونسيين حول المشاهد والأحداث التي تبثوا في بعض المسلسلات الدرامية التونسية مشاهد تتضمن عنفا واستهلاكا للمخدرات لا تتناسب مع فئات عمورية بعينها أثارت حفيظة المتابعين المسلسلات في رمضان رأيه فزة الصغار رأيه لكت الصغار رأيه مذرب الصغار رأيه مش قاعدة تفيد فيهم بالنسبة للولي توقي يحب يحرص على ولده ما بنيتهم زر الحكاية الكل زر أنزل عليه بدل الشين وصبح على خير المنتج قاعد يلبي في طلب المواطنين الشعب التونسي ألا غالب معناها يحب حاجات هذه يستهلكها ألا غالب حاجات مواقعية لكن أنت أحكي على المصادر حاجات هذه الواقعية وفي ظل غياب هيكل رقبي وتعديلي لوسائل الإعلام في تونس بعد قرار حل هيئة الاتصال السمعي والبصري تغيب الجهة التحكمية القادرة على فرض معايير خاصة للبث في تونس ما يزيد الأمر تعقيدا في ظل غياب اللايكا وهي الهيكل التعديلي لابد من التنويه في هذه الأعمال الدرامية والفنية خصوصا للفئة العمورية المستهدفة لأن هناك أعمال تحتوي أحيانا على بعض مشاهد العنف سواء كان عنف مادي اللفظي أو معنوي بالتالي المسألة في بدأها هي أخلاقية وفي نهايتها هي مهنية وهذا لحدد قيمة العمل الفني وتثير بعض الانتجات الدرامية في تونس حفيظة قطاع واسع من التونسيين وخاصة فئة المعلمين والمربين لما تتضمنه عديد المشاهد الدرامية من مضامين لا تتناسب مع فئة المراهقين والشباب عوامل عديدة تسببت في تراجع جودة المضامين الإعلامية في تونس أبرزها الفراغ الذي تركه حل هيئة الاتصال السمعي والبصري بالتوازي مع تراجع الاستثمار في أعلام يتناسب مع تطلعات جيل جديد أضنته الآزمات الاقتصادية والسياسية في السنوات الأخيرة سيف الدين العام ريس كاي نيوز عربية تونس